تطبيقات على الكهرباء والسلامة السلام عليكم يا أبنائي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أي الموضوعات تتحدثان؟ نتحدث عن الصدمات الكهربائية وكيفية تجنبها حسناً، فهذا الموضوع مهم حذرني عبد الله من السواعق الكهربائية التي تحدث أثناء هطول الأمطار ونبهني إلى ضرورة الابتعاد عن أي أشجار أثناء حدوث الساعقة لأنها تحترق نعم، فتلك السواعق تتسبب في حوالي 10% من حرائق الغابات لأن الساعقة عبارة عن شحنات كهربائية ذات جهد وتيار كهربائي كبيرين فعندما تضرب الساعقة إحدى الأشجار العالية ترتفع درجة حرارتها مما يؤدي إلى اشتعالها ولكن، هل اشتعال شجرة واحدة كفيل بالتسبب في حريق ضخم في الغابة؟ نعم، لأن أوراق الأشجار وغصونها قابلة للاشتعال بسهولة فينتقل الحريق عبر الأشجار والأوراق المتساقطة على الأرض من شجرة إلى أخرى بسرعة كبيرة وهذا قد يؤدي إلى صعوبة في عملية إطفاء الحريق لأنه غالبا ما تصيب الساعقة أشجارا في مناطق يصعب الوصول إليها من الغابات الكثيفة بالفعل يا عبد الله، وهناك صعوبة أخرى وهي انتقال الحريق في أكثر من اتجاه لهذا قد يخرج الحريق عن السيطرة وبالطبع تتسبب هذه الحرائق في أضرار كبيرة نعم، فهي تتسبب في أضرار للحيوانات تتمثل في موت الكثير من الحيوانات تدمير موطن الحيوانات مما قد يتسبب في موتها أيضا وبالنسبة لأضرارها على الإنسان، فهي الإضرار بممتلكات وأرواح الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من الغابات الإضرار بصحة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الصدرية مثل الربو نتيجة التعرض للغازات المتصاعدة من الحرائق أما بالنسبة لأضرارها على المناخ فهي تتسبب في إنتاج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحرارية وبالطبع هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بالفعل يا عبد الله ولكن على الرغم من الأضرار التي تسببها تلك الحرائق فإن لها عدة فوائد وكيف يكون لها فوائد بعد كل تلك الأضرار؟ فلتذكر لنا تلك الفوائد هناك فوائد كثيرة لحرائق الغابات منها تخلص الأشجار من الأمراض والآفات الزراعية كالحشرات تنمو الأشجار بعد الحريق بصحة أفضل كما أنها تخلص الغابة من الأشجار والشجيرات الميتة صحيح يا عبد الله وكذلك فإن تلك الحرائق تسهم في التحلل السريع لبقايا الكائنات الحية الميتة لأنه بدون الحريق سيحتاج تحللها إلى 100 سنة تقريباً وتعود تلك البقايا إلى التربة على هيئة نيتروجين مما يسهم في ارتفاع خصوبتها بشكل كبير إنها فائدة عظيمة أن ترتفع خصوبة التربة نعم، وكذلك يزيل الحريق المواد القابلة للاشتعال من الغابة وبذلك يقلل من فرصة حدوث حرائق أخرى لقد استفدت اليوم كثيراً والآن سألخص لكم ما تعلمته تسبب الصواعق حرائق للغابات كما أن حرائق الغابات تتسبب في أضرار كنفوق الحيوانات واحتراق المنازل وانتشار الغازات الضارة وارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري وغير ذلك فإن لها أيضاً فوائد منها تخلص الغابة من الأشجار وشجيرات الميتة تخلص الغابة من المواد القابلة للاشتعال رفع خصوبة التربة بالتحلل السريع لبقايا الكائنات الحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر